اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المواد السامة لوست البدلة بتاعته كلها لدرجة انها كانت مغطية البدلة بطبقة من الغاز المتجمد سمكها حوالي 2.5 سنتي والحدث المفاجئ ده كان معناه ببساطة ان كيربيم ماينفعش يدخل المحطة مرة تانية وهو في الحالة دي وده لان رجوعه بالكمية دي كلها من السموم على البدلة كفيلة انها تلوس المحطة كلها من جوة وتموت زميله وهنا بدأ كيربيم يستخدم كل الادوات اللي معاه برة علشان يحاول ينظف البدلة بتاعته والخوزة على امل انه ينفع يدخل تاني لكن نتيجة للكمية المهولة اللي كانت على البدلة نسبة التلوس كانت اكبر من انه ينفع ازالتها بالطرق التقليدية وعلشان كده زميله اتخذوا الاجراءات الوقائية الضررية في الحالات اللي زي دي وتم منعه من الدخول للمحطة مرة تانية لحد ما نسبة السموم اللي على البدلة بتاعته تقل وهنا بدأ كيربيم يستوعب ان دي اللحظات الاخيرة في حياته كمية الاكسوجين اللي كانت معاه يدوب تكاف في 30 ديئة كمان وفيهم يا اما يحل المشكلة يا اما خلاص كمحاولة اخيرة لحل المشكلة قرب كيربيم من اكتر نقطة الشمس سطع فيها على امل ان حرارة الشمس تسرع من تبخير الامونية وعدت عليه بدايق مرعبة وهو بيحاول المحاولة الاخيرة دي انسان وحيد في فضاء لا متناهي في سباء مع الزمن علشان ينجب حياته لدرجة انه طلب من زميله انهم يفضلوا يتكلموا معاه طول الوقت ويتأكدوا انه ما زال محتفظ بوعيه كان خايف انه يفقد وعيه من الخوف ومعاه يفقد اخر امل في النجاة وبعد مرور اصعب 30 ديئة في حياته الاجهزة اصدرت الاشارات اللي بتقول ان مستويات الامونية دلوقتي انخفضت للحد اللي معاه ممكن يفتحوله باب المحطة وبمجرد ما دخل انطلق زميله بالهوى المضغوط والمواد المطهرة ناحيته وهم كلهم لابسين بدل الطوارئ ومرت الدقايق والساعات تقيلة على كل الرواد الفضاء اللي كانوا في المحطة يوميها لحد ما انظمة دعم الحياة وترشيح السموم عملت شغلها وهي العملية اللي استمرت خمس ساعات كاملين في التطهير خمس ساعات محدش فيهم عارف الموضوع هينتهى عليه لحد ما في النهاية اترشحت السموم وانتهى الموقف العصيب والقصة المخيفة الرحلة ابول 11 هي اشهر الرحلات الفضائية على الاطلاق ومش مستبعد ان امريكا تكون محتفظة بكتير من الاسرار عن الرحلة مش قيل عليها خصوصا في ظل السباق اللي كان بينها وبين الاتحاد السوفيرتي في الحرب البردة لكن من اغرب الاسرار دي هي الرواية اللي حكاها موريس شاتيلين في كتابه اسلفنا جاءوا من الفضاء مع الاخذ في الاعتبار ان موريس ده مش اي حد وخلاص ده كان رئيس انظمة الاتصالات في وكالة ناسا خلال رحلة ابول 11 سنة 1969 بيحكي في كتابه ان خلال اللحظات الاولى من نزول نيل ارمسترونج على السلم علشان يلامس سطح الامر اتقطع الاتصال مع الارض المدد دقتين بدون اي سبب كانوا 120 ثانية مليانين خوف وقلق وحيرة وتساؤل من الناس الموجودين على الارض لكن بعدها رجع الاتصال والعالم كله سمع صوت ارمسترونج هو بيقول كلماته المشهورة هذه خطوة صغيرة لرجل لكنها قفزة عملاقة للبشرية ونسي العالم كله ادقتين اللي تقطع فيهم الاتصال واللي اصابوا العالم كله بالرعب لحد سنة 1975 لما صرح موريس ان قطع الاتصال كان متعمد علشان يخبوا لحظات الرعب اللي عاشها طاقم ابول 11 واللي قالوا انهم لمحوا حاجات غريبة تشبه مخلوقات فضائية بتهرب لما هم فتحوا المركبة لكن هل بقى القصة دي مجرد هلوسة من طاقم ابول 11 ولا كتبة من موريس نفسه محدش يعرف الدكتور ستوري مازجريف هو رائد فضاء امريكي وعالم راضيات وبالاضافة لحصوله على 6 درجات علمية في مختلف المجالات فهو واحد من اصحاب الارقام القياسية في رحلة الفضاء كمان وفي يوم من الايام حكيت ستوري عن قصة حصلت له مويتته من الرعب وبرضو صعب ان حد يصدقها مهما كان حجم الشخص اللي حكاها في خلال واحدة من مهمات مازجريف الفضائية دخل المحطة ومعدلات ضربات قلبه في غاية السرعة وما كانش قادر يتلمى على بعضه لكن بعد ما صحابه سعدوه انه يهدى وسألوه ايه اللي حصل اكد لهم انه شاف تعبان طاير بيمر بصرحة جنب المركبة وعلى الرغم من ان الرواية دي بتخالف كل القوانين البيولوجية والفيزيائية الا ان حالة مازجريف كانت بتؤكد انه مرعوب تماما فعلا لكن ازاي شاف حاجة زي كده وهل فعلا كان شافها ولا مجرد هلوسة محدش يعرف سنة 2003 كانت موعد ارسال اول رائد فضاء من الصين علشان يدور حوالين الارض ومن المفترض ان الرحلة الاولى لأي دولة بيتم تصريط الضوء عليها جدا وقديه هي مبهرة وانجاز علم كبير وكفاءة رواد الفضاء اللي طالعينه وقصة دي كلها لكن رحلة الصين الاولى كانت في غاية الغربة رائد الفضاء الصيني يانج ليوي رجع برواية عجيبة بيأكد فيها انه سمع صوت تخبيط كانه صوت واحد معاه شاكوش بيخبط بيه على صاج ولما حكى الموضوع بقيت الطاقم تعامل معاه على انها مجرد هلوسة سمعها يانج لكن المفاجأة اللي نزلت زي الصعق على الكل ان بمجرد ما يانج حكى عن الصوت الغريب اللي سمعه ده كل افراد الطاقم التانين اكدوا الكلام كلهم قالوا احنا كمان سمعنا نفس الصوت لكن محدش كان عايز يقول علشان محدش يتايمهم انهم اتجننوا وبدأوا يهلوسوا لكن بما انه كلهم حكوا نفس الحكاية فكان لازم يخرجوا بنظرية تشرح اللي حصل واللي قالوا انه ممكن يكون حصل بالفعل انهم عدوا على منطقة مضطربة في درجات الحرارة وكان بيحصل تمدد وانكماش للمركبة الفضائية نفسها والتمدد وانكماش ده هو السبب في الصوت اللي يشبه الخبط اللي كلهم سمعوه جوردون كوبر هو رائد فضاء امريكي من السبع الاوائل اللي بدأوا مشروع ميركري الفضاء الامريكي وفي خلال رحلة مدارية على متن كابسولة فضائية سنة 1963 لاحظ كوبر مجموعة من الاجسام الطايرة خلته في حالة من الرعب وبسرعة حاول يتواصل مع المحطة الارضية اللي بدل ما يهدوه ويطمنوه زوده حرته وخوفه كمان لما قالوله انه فعلا على حق وانهم رصدوا فعلا اجسام طايرة حواليه وفي خلال الدقائية الاولى لاحظ كوبر ان في جسم من الاجسام الطايرة دي قرب منه لمسافة رهيبة جدا وكان كل ما يقرب ينور اكتر بدوق اخضر وكان من الواضح جدا لكوبر ان الجسم ده ما يشبهش اي مركبة ارضية معروفة واللحظات معدودة كوبر كان فاكر انه هيتخطف من مخلوقات فضائية لكن بعدها على طول اختفت دول الاخضر ورجعت كل حاجة لطبيعتها مرة تانية لكن بعدها تواصل مع المحطة الارضية تانية وسألهم هل شافوا حاجة ولا لأ لكن المرة دي قالوله ان الاجهزة ما رصدتش اي حاجة وبعد ما رجع كوبر للارض مرة تانية تم عقد مؤتمر علشان يحكي فيه الواقع اللي حصلت فيه للعالم كله لكن الغريب بقى انه قبل بداية المؤتمر بدقايق معدودة فوجئ كوبر بالمراسلين بتوع ان بي سي بيقولوله انهم تلقوا تعليمات بإلغاء المؤتمر كله وبعدها جات لكوبر مكالمات من المسؤولين كوبر بيقولوله انسا الموضوع ده علشان ما نعملش زعر في العالم كله وبعد عشر سنين من الحدث ده تم استضافة جوردون كوبر في التلفزيون وحكى الرواية اللي قال انها تأخرت عشر سنين كاملين علشان تتقال واللي قال انها مازالت بتسبب له متاعب في النوم لحد دلوقتي بس كده هللصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس اعملوا لنا لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو بيجي لكم ترشيح لحلقة يكتبوهن في التعليقات أغلب الحلقة اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام